ازايكم يا جماعة معاكو نيرد الانمي heavenly dilution او الوهم السماوي هو الانمي اللي لسه نازل منه حلقتين ولكن قصته اثارت اعجاب كتير من الجمهور بتشوف الاول ان العالم بتاع الانمي ده منقسم لحاجتين بتشوف الاول شوية اطفال في مدرسة مخلقة كده والحياة حلوة جدا المفروض ولكن اغلب المدرسين واللي بيعلموهم هم روبوتات فده يعرفنا ان احنا في زمن متقدم جدا ولكن المثير ان الاطفال دولة مش عارفين اي حاجة عن العالم الخارجي في كتير منهم مفكرين ان العالم هو بس العالم المغلق ده ولكن شوفنا ان في كم شخصية بدأت تحس ان لأ في شيء وراء الجدران بنطلع بقى وبنشوف ايه اللي فعلا خارج الجدران وبتشوف شخصياتنا الرئيسية كيروكو ومارو بتشوف ان هم بيتمشوا والعالم كله مضمر حرفيا تحس ان فيه ازمة حصرت بتشوف اللي مات من الجوع بتشوف اللي مات من الازمة وقليلين جدا اللي لسه عايشين بعد الازمة دي وده السبب ليه الاطفال اللي شوفناهم في الاول كانوا مجمعين في مكان مغلق كده عشان يحموهم من العالم المتوحش اللي برة القصة الغاية دلوقتي المفروض ان هي مثيرة ولكن اللي مش عجبني نوعا ما هو ان تم طرح الفكرة دي وخلاص ماشينا عليها اول حلقتين وما تعمقناش وما فتمناش حاجات اكتر عن الموضوع ده وشوفنا ان القصة بتتجه لحاجات غريبة وشوية لقطات عجيبة كده خلينا اقول ان هي غير اخلاقية فاللي هو واضح ان الانمي من اول وكده هيكون فيه ديستركشن او مش هيكون متعمق في القصة 100% وهي دي الحاجة اللي ما عجبتنيش في اول حلقتين اللي هو ايوه هي فيه فكرة ممكن يتم بناءها بشكل كويس ولكن تم عرضها بشكل سطحي جدا خصوصا ان الشخصيتين الرئيسيتين حواراتهم كانت بسيطة جدا مع بعض ولا كأنهم حرفيا في العالم المضمر ده المهم بتشوف بقى ان كيروكو دي الشخصية الرئيسية تم توصيتها ان هي تودي الاخ اللي اسمه مارو ده الى منطقة اسمها الجنة وبنعرف برضو ان هي اثناء الرحلة دي بتدور على شخصين المفروض ان هم مهمين بالنسبة لها واحد هي ما تعرفش اسمه والتاني المفروض انه صادقها فبيفضلوا يدوروا بقى على المكان اللي اسمه جنة ده بيقابلوا ناس بيقابلوا قطع طرق بيتعاملوا معاهم شوية المهم بيفضلوا يمشوا وبيوصلوا لبيت سيدة كده بيعودوا عندها لفترة ومن هنا بقى بنستكشف الحاجة اللي المفروض هي اهم حاجة في القصة بنستكشف الوحوش اللي موجودة في العالم الخارجي ده ولكن احنا شوفنا وحش واحد بس وحش بيسموه اكل لحوم البشر وبنشوف انه هو متوحش جدا وقوي جدا وبنعرف انه هو اكل ابن السيدة دي لذلك هي كانت خايفة وبتقول ما تموتهوش ولكن بدم بارك جدا بتشوف ان الوحش ده بيقتله عارضه القتال لوعا ما الصراحة كان عجبني اسلوب رسم الوحوش كان نوعا ما مختلف بيفكرني بباراسايت كده فلوها تحس لا ان الانميدا ييجي منه ولكن الازعلان منه ان هي دي اللقطة الوحيدة المهمة في اول حلقتين والباقي هي عبارة عن حوارات بسيطة جدا ولكن المهم انه في الاخر بيروحوا لمكان اسمه جنة الطماطم بتشوف ان الناس نوعا ما بيحاولوا يتعايشوا في المكان ده ولكن كل شوية بيستكشفوا رمز جديد كل شوية بتحس ان فيه كده الغاز بيتم طرحها على اسسها نستكشفها ونتعمق فيها بعدين عشان يروحوا للمكان الحقيقي اللي اسمه الجنة اللي المفروض ان مارو يروح له وبتشوف برضه ان الشخصية الرئيسية اللي اسمها كوروكو المفروض ان هي انسة بتشوف ان هي بتقول ان هي بعقل رجل فلزالك زي ما قلتلكو واضح ان الانمي ده هيبقى فيه شوية مشاكل كتير واضح انه مش هيركز على القصة هيركز على كام حاجات جانبية كتير حاسس ان الحاجات الجانبية الكتير دي واللقطات والافكار برضو اللي غير اخلقية اللي تم طرحها في اول حلقتين ايو يا جماعة حاسس ان هم هيغطوا على القصة شوية وممكن يبقى عندي مشكلة كبيرة جدا لو استمر الوضع بنفس الاسلوب لغاية اول 6 حلقات معلش لو انا قاسي شوية على الانمي ده ولكن يا جماعة كل حاجة بتبان من الاول زي ما بيقولوا كده الجواب بيبان من عنوانه لان حرفيا انا بقدر افهم الكاتف هيتناول القصة وهيكمل القصة زي من اول 5 دقايه في اول حلقة بس على سبيل المثال روحوا شوفوا اول حلقة من الموسم الاول من فيلان ساجا هتعرفوا ان من اول 5 دقايه بس هتعرفوا هتتشد ان في حدوتة وفي قصة بتتحكي هتشدك وهتتفرج عليها قصبت عنك نفس الموضوع في اتاكو تايتن من اول حلقة بس مستحيل ما تكملش بقية المواسم ولكن الصراحة مش عاجبني اسلوب بداية الانميات الجديدة سواء في الانمي ده او انميات جديدة لسه بدأ في السنة دي البداية نوعا ما تحس كده ان اوكي يعني هيكون انمي متوسط مش هنتوقع منه حاجة جبيرة الانمي الغاية دلوقتي بالنسبة لي متوسط ولكن زي مونتولوكو هي فكرة القصة اللي الكاتب مهملع شوية في اول حلقتين ان شاء الله يتم التركيز عليها في الحلقات الجديدة ونشوف حاجة مثيرة يا اما هيفضل على نفس المستوى ده بالنسبة الانتاج الانتاج خرافي صراحة الوبنج والإندن جمدين جدا جدا نوعا ما عجبني برضو تغيير الاسبكت ريشيو بتاع القتالات خلاك تدخل كده في اجواء سينمائية واجواء قتالية حماسية فدي كانت حركة عجبتني صراحة ولكن مش هي دي بس اللي عجبتني الحلقة الاولى من ديمون سلير الموسم الثالث رهيبة جدا لو عايز تشوف مراجعاتي ليها متساش تدخل تشوف الفيديو ده وما تنسوش اللايك سبسكرايب شير يا جماعة الكلام ده بيفري جدا والأهم من ده كله طبعا نستني رأيكم في الكومنتات حيال كل القراء اللي قلتها وحيال رأيكم طبعا اتجاه الانمي ده لغاية دلوقتي وبس يا جماعة كان معاكو نيرد الانمي اشتركوا في القناة